يحدث في إيران محكوم بالسجن عشر سنوات يعدم سابقة من نوعها قررت فيها السلطات الإيرانية إعدام العالم النووي الإيراني الكردي شهرام أميري بعد أن قضى في السجن ست سنوات من محكوميته هذا الشخص كان لديه معلومات سرية وثبت اتصاله بعدوتنا الأولى الشيطان الأكبر الولايات المتحدة وقد قدم للعدو معلومات حيوية وغاية في السرية أميري عمل كباحث في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وتشبه قصته إلى حد كبير أفلام هوليوود حيث اختفى عام 2009 أثناء أدائه مناسك الحج ليظهر في الولايات المتحدة بعد عام لاجئا فيها وللضغط عليه جعل الطهران من عائلته رهينة بيدها حتى طلب أميري بنفسه العودة إلى إيران هناك استقبله مسؤولون إيرانيون استقبل الأبطال قبل أن يتوارى ويختفي بعدها أسرته تؤكد أنه حكم بعشر سنوات فقط فيما السلطات تؤكد أن الحكم عليه من البداية كان الإعدام وخلال سنوات حبسه تضاربت الروايات الإيرانية فطارة تتهم واشنطن بخطفه وطارة تعده جاسوسا لصالح واشنطن كشف لها معلومات حول البرنامج النووي الإيراني وتارة تنشر فيديوهات يظهر فيها أميري نفسه لينفي الضغوط على أهله ويطلق الاتهامات ضد السي آي اي وتارة أخرى تدعي طهران أنه جاسوس لصالحها ذهب لواشنطن لجلب معلومات هذه الأخيرة تحديدا ربما كانت الرواية الأكثر غرابة والتي تتناقض مع واقع إعدامه حاليا